في الستراتفايد سكويمس إبيثيليم فعشان كده الإبيثيليم بتاعتناها فاسكلور ولا آفاسكلور آفاسكلور إنه مفهوش بلود فاسل وبالتالي كل ما يزيد الإبيثيليم بتاعي هيحجب لي لون البلود فاسل فعشان كده دايما بتبقى عشان بتخبي لون البلود فاسل فتبقى بيل ولو فيها كارتين كتير كمان هتبنلي لونها ويت زي ما احنا شايفنا كده بتيجي زي ما احنا شايفين على اللب على الطنج على الصوفت بالت بتبقى white or normal color depending the amount of كارتينيزيشن ممكن تكون سيسايل زي ما قلنا اهي طالعا من السيرفس على طول او بيضان كيوليتد إن هي يبقى لها ايه نك اهي different pictures لها اهي موجودة اهي على الطنج لونها white موجودة هنا برضو اهي كمان وعلى ventral surface of the tongue خلي بالك من حتة white وred وnormal color والكلام ده كله ده بيعتمد مش على معرفتي انا بالالوان مش معرفتي انا باللون الابيض واللون الاحمر لا ده على حسب لون surrounding لان لون التشوز مختلف من شخص للتين فعشان انا مش نفس اللون الcolor بتاعي هو اللي موجود عندك هو اللي موجود عندك هو اللي موجود عند كل الناس لا لكن دي according to the surrounding اللي حواليها هل هي زيهم ولا ابيض منهم لا ابيض من وبالتالي انا بعتبر ان دي it's a little bit white in color طب تحت المايكروسكوب بشوف ايه بشوف عندي very thin core of connective tissue اهو ده ال connective tissue بتاعي very thin core of branching connective tissue اهو كل ده covered by hyperplastic epithelium شايفين الابithelium بتاعي ده كل ده hyperplastic epithelium ده مش الحجم الطبيعي للابithelium بتاعي الاقي الابithelium بتاعي عدى 20 layer تمام كل ده hyperplastic epithelium showing acanthosis وقلنا يعني acanthosis في المحاضرات اللي فاتت يعني increase in prickle cell layer and hyperkeratosis يعني كمان عندي ايه عندي hyperkeratosis يعني عندي keratin layer كتيرة وده اللي بيديها اللون الwhite والamount of keratin ده اللي بيعتمد او هو ده المسؤول عن الwhite color اللي موجود في الايه في الليجن بتاعي ممكن الاقي في inflammatory cells في ال connective tissue stroma وده مش دايما بشوفها لكن لو شفتها it's a secondary phenomenon يعني ايه secondary phenomenon يعني انا بشوفها نتيجة trauma يعني هي موجودة على التنج ولا موجودة على الليب والعين عما ليعض عليه وبالتالي ان انا دي it's a secondary inflammation one of the reactive lesions يشبه el squamous cell papilloma بالضبط اسمه verruca valgaris el verruca valgaris it's a reactive lesion او اللي احنا بنسميه skin wort ال skin ال skin wort دوت it's a reactive lesion شبه el squamous cell papilloma وده جاي منين او ايه ادام reactive يبقى ليه كوز ايه كوز بتاعي الفيروس ال human papilloma virus type 2 and type 4 دول main causative agent عندي في verruca valgaris وزي ما احنا شايفينها هي mainly it's a skin disease يعني هو بييجي على ال skin يبقى انا مسكت حاجة contaminated بالفيروس جاي ال skin wort روحت حضرتك حطيت صباعك في بقك فجاه في ال oral care خلاص يبقى هو جاه by auto inoculation يعني انا عادت نفسي بنفسي خلاص فده ال verruca valgaris يبقى حصل عندي ان انا مسكت حاجة كانت contaminated بالفيروس بعد كده حصل ايه حصل ان انا حطيت ايدي في بقي ونقلت انا لل oral cavity وبقى عندي ايه يشبه ال squamous cellpha في اللوما عشان كده بنقول ايه it's a indistinguishable from squamous cellpha في اللوما سواء كان clinically او histologically لو كان clinically او تحت المايكروسكوب الاتنين بيشبهوا لبعض تماما تحت المايكروسكوب اهي تشبه ال squamous cellpha في اللوما بالظبط ايه برضو عبارة عن thin core of connective tissue وcovered by a hyperplastic epithelium خلاص برضو ال connective tissue core بتاعي very thin very thin وركز انه هو very thin وال epithelium بتاعي it's a hyperplastic epithelium طيب ازاي افرق بما انها تحت المايكروسكوب وكلينيكلي تشبه le squamous cell tapilloma طيب هشوفها فين في ال epithelium ده كله احنا قلنا ده بيتنقل ازاي by auto-inculation يعني انا اللي نقلته يبقى هل هل لقيها في superficial layer of epithelium ولا في deep layer لا دايما هشوفها فين في superficial layer حضرتك لما تيجي تدور ادور على ال inclusion bodies دي في superficial layer بتاع ال epithelium ولاقيها intra nuclear inclusion bodies موجودة وفي الحالة دي هتبقى هي ادي اي وروقا والغير